كشف والي وهران السعيد سعيد أنه لن يتدخل مجددا في مشاكل مولودية وهران وقال الرجل الأول في الولاية في بيان عبر الصفحة الرسمية هذا الثلاثاء أنه يعلن انسحابه الرسمي وعدم تدخل في شؤون الفريقة كما أكد أنه رغم المجهودات والمساعي الخالصة التي قام بها إلا أنه لن يلتمس أي إرادة حقيقية ومسؤولة من قبل القائمين على تسيير النادي تجاه مشروع رياضي احترافي وختم البيان أنه على الجميع تحمل مسؤولياته